بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء وخلال التهنئة أكد وزير الدفاع أن هذا اليوم المجيد من أيام الكبرياء الوطنية يمثل في وجدان كل مصري رمزا لعظمة هذا الشعب الأصيل وقوة وصلابة أبنائه وقدراتهم على صنع المستحيل لتحقيق الأهداف والغايات القومية العليا وحماية التراب الوطنية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك المناسبة الغالية